احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبة في الله إذا ما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة التي قال الله عز وجل أن يؤمنها بطاعته وببر أولادنا لنا وبطاعة الزوجة زوجها وباحتواء الزوج لزوجته وأن تتنزل الرحمات على بيوت المسلمين لتصير آمنة مطمئنة وتصير كل المجتمعات بفضل الله آمنة مطمئنة إن ربي ولي ذلك والقادر عليه وبعد هل نحن أحوج إلى كثير من العلم أم إلى قليل من العلم وكثير من الأدب أيهما نحن في حاجة له كل الناس حريصة على أن تتعلم وهذا شيء طيب ولكن هناك علوم الإنسان يجب أن يعرفها تصب في نهر الأخلاق أو بحر الأخلاق هذه المنابع يعني حتى تغير أو تحول الأخلاقيات المتبعثرة لنا أو المتبخرة عندنا من الكبير والصغير أنا أريد أن تعود إلينا يعني قضية الخلق القويم الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم كنت قبل أطلقت اصطلاح الإعاقات السلوكية الموجودة عند الكبير والصغير هل تأذنون لي أن نضيفها اليوم ونقول هل لدى الكثير مننا كساح خلقي؟ هل عندنا كساح خلقي؟ يعني هذا أمر لماذا لن نتعلم شيء يعني قد لا يوجد في الكتب هناك علوم لا تكون في كتب علم المحبة علم لا يوجد في كتاب هذا العلم تعرفه الزهرة الفواحة عندما تعبق بالشذا حتى أنفسارقها فهي تعرفنا وتعلمنا علم المحبة كيف أنها تعطي حتى الذي سرقها يعني تزكم أو تشيع الرائحة الزكية عند أنف السارق لها فما بال الذي يأخذها يعني بشيء من اللطف وشيء من الرقة وشيء من الحنان سبحان الله العظيم يعني رويم هذا رجل من الكبار الصالحين كان في الجيل تقريبا جيل تابعي التابعين كان يعلم ولده ويقول له كلام عجيب جدا من ضمن الكلام اللي يعجبني في سيرة الرواي رحمه الله كان يقول يا ابني اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقة انظر له الكلام الراخي هذا شوف هو صورة وقعية العلم ملح والأدب والخلق دقيق بالله عليك لما تعجن المرأة عجينها في البيت كم كمية الدقيق وكم كمية الملح الملح عبارة عن بضع ميلي جرامات أو جرامات لكن خمسة كيلو جرامات من يعني خمسة تلاف جرام من الدقيق أمام عشرة جرام من الملح فهنا عايزين قليل من العلم لكن كثير من الأدب احنا عايزين مساحة سبحان الله العظيم يعني يعني نسرح فيها هذه هي قواعد الخير التي نبدأ بها أنا أريد اليوم حقيقة أن نتحدث عن يعني قواعد الخير أو عن يعني الإنسان الذي يبذل الخير في من حوله تحدثنا ربما من درسين سابقين أو من حلقتين سابقتين عن بيت من البيوت العظيمة البيوت الأمنة عن بيت سيدنا زكريا عندما دعا ربه وقال واجعله ربي إراضية وهو قال والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا نحن نريد هؤلاء الأبناء والبنات في بيوتنا لكن هؤلاء الأبناء والبنات هل ينشأونها كذا دون وجود السلوكيات منضبطة للأب والأم والعائلة والقريب والغريب والعم والخال والعمة والخالة والجد والجدة أم أن الأب والأم يبنون في اتجاه ويقوم الأجداد والأعمام والأخوال والزملاء والمعلمين أو المعلمات بهدم ما يستطعون أو يبني المعلم ويهدم رب الأسرة أو يبني رب الأسرة ويهدم الأعمام والأخوال يعني نحن نريد أن نكون منظومة خلقية طيب كيف نكون منظومة خلقية ليبدأ كل واحد مننا بنفسه كيف أول شيء ليس عندنا لين الجانب هذه غير موجودة عندنا يعني كان الأعرابي يقول لولدي في الوصية ذو الإصبع العدواني هذا كان رجل قبل الرسالة المحمدية كان يقول يا بني ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك الله أكبر ألن جانبك لقومك لأن المتكبر لا يحبه أحد هو أن أتصور أن المتكبر لا يحب نفسه ياك على ما تتكبر وكان علي رضي الله عنه يقول على ما تتكبر وأنت يعني تنتنك عرقة وتخلقك بقة وتميتك شرق علامة الكبر ونحن كلنا من آدم وآدم من تراب لماذا قضيت أنا ابن فلان وأنا ابن فلان يا والله يعني كان مسلمان إذا افتخر الناس من حوله يقول أنا ابن فلان ويقول أنا ابن فلان كان سلمان الفريس رضي الله عنه يقول أنا ابن الإسلام وكان شاب فقير يجلس مع بعض أبناء الأغنياء والأثرياء والوجهاء في البلد ويقول أنا ابن فلان وأنا ابن زعيم كذا وأنا ابن رئيس كذا وأنا ابن وزير كذا يقول الشاب الصالح وأنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة إذن رفع مستوى بأنه ابن آدم هذا له قيمة لأن آدم أبي وأبوك وأبو الجميع سبحان الله أبو للمسلم وغير المسلم وكل الأباء سبحان الله وأبو للجميع كلكم لآدم وأدم من تراب لا فضل العربين على أعجمين إلا بالتقوى والعمل الصالح طيب أنا أريد أن ألين جانبي كيف يلين الجانبي لأن الآن لا الزوج يلين لزوجته ولا الزوجة تلين لزوجها ولا الصغير يلين الكبير ولا الجار لجاره ولا صاحب المؤسسة للعامل عنده لماذا لأنه يبدو أن كل واحد فينا ينسى أن الكل سواسية ساد رضي الله عنه ابن أبي وقص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه أخوه أبو الدرداء فوجده يعجم وهو أمير على فارس كلها فقال ماذا تصنع يا سعد قال أرسلت أو على العراق كلها فقال أرسلت الخادمة ليشتري لنا شيئا من السوق فما أردت أن أجمع عليه أمري إحنا عندنا الذين يعينوننا في بيوتنا للأسف الشديد نحن نهين إنسانيتهم وكرمتهم هم لهم ساعات راحة كما أنت لك ساعة راحة أنه بشر هو إنسان لكن نحن نعتبر أنهم ماكينات أنه ترس في آلة ربما يريد أن يستريح أو تستريح الخادمة مساء لأنها تكد من الصباح تقضها البنت الصغيرة عندها خمس سنوات لتصعد طابقين وثلاثة وتمر على عدة مراحل من العبور حتى تأتي لها بكوب كأس من الماء من جوار القارورة التي بجوارها يعني أصيبت البنت بالكساح كما هي أمها مبكرا هذه كارثة كبيرة ألا يعني نعينهم هذا خلق هذا لين الجانب هم ليسوا عبيدا عندنا لا فربما يعني يقلب ظهر المجن وسبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء الضر عن سيدنا الحسن البصري لما كان يمر مرة في البصرة فأيذب يبنو غرف صغيرة 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 فتعجب إيه الغرف الصغيرة دي والأيذب الله فقبل من قبل كان آباؤنا وما يعيشون في غرف واسعة لأن صدورهم كانت واسعة فلما ضاقت صدورنا ضاقت بيوتنا ولما لم تؤمن دواخلنا لم يؤمن خارجنا سبحان الله فقال واسعوها ليه كدت تبنوا غرف ضيقة واسعوها فضحك الناس البنائين والقائمين على العمل قال يا إمام يعني لماذا هذه زنازين وسجن ابن ابن سجن للي يحكم عليه ابن منهم غرف طبعا زنازين يعني مش معقول هنعطيهم ملاعب جولف ومسابح يزبحون فيها فهذه زنازين وسجن فضحك الحسن وقال وسعوها عسى أن تدخلوها يوما من يعرف سبحان من يعز الزليل بطاعته ويذل العزيز بمعصيته اليوم لك وغدا عليك واليوم يومان لا هناك يومين لك واليومين عليك هكذا تدور الأيام دائرتها نحن نريد أن نلين جانبنا للصغير والكبير وبالذات الذي لا نصر له إلا الله طبعا أنا لما نضع قواعد للبيوت الآمنة ماذا نريد من هذه البيوت أول شي نحن نريد ما يسمى ببذل الندى يعني بذل الندى الندى في اللغة قد يكون هو الماء الذي يوجد على أسطح الأوراق الشجر النبات عند الفجر جميل هذا معنى من عيني الندى هو الكرم وضع الندى موضع السيف مضرر كوضع السيف في موضع الندى الندى أن يكون صحر صحر بذل الندى بذل الكرم يعني ذلك حتى في اللهجة العامية يقول لك ده يومه نادي يعني يومه فيه كرم فيه ندى فيه شيء من هذا الشيء الجميل الذي يجب أن أبذله فبذل الندى هذا ملكة أنا عايزة تحول إلى يعني قال المأمون يوما والله حب بإلي العفو حتى خشيت ألا أجرى عليه يعني عندي العفو أصبح كهكذا يقول مأمون أصبح ملكة فأصبح سبحان الله يخشى ألا يؤجر عليه لأنه يعملوا طواعية يعملوا اختيار يعملوا مش مش مجمشود لأن سبحان الله فيه ناس عندها من البخل بالكلمة الطيبة والبخل بالعاطفة الجياشة والبخل بالحديث الطيب والبخل بالعطاء أو بالألمن بالعطاء ما يصير يعني سبحان الله إن أكلت أنت عنده صار تاريخا يؤرخ له ولكن حدث في مثل هذا اليوم أن أكل فران عند فران وإذا أكله عندك صارت قاعدة من القواعد يقول لك ايه في ايه فين أكل كل أسبوع فين العطاء لك أنه ايه تعاول أن يصير عادة هذه السوق شوه ينظر ويلو للمطففين من هم يا رب الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يقسرون سبحان الله العظيم يعني اكتالوا وكالوا سبحان الله وإذا كالوهم أو وزنوهم ليه كالوهم من غير تاء عشان سرعة يعني يضحك عليه بسرعة عايز يريد أن ايه أن يضحك عليه بأسلوبه وبلفه ودورانه وبشؤون القانونية التي عنده بالمحامي النبيه النبيه الذي يخلط الحق بالباطل ويظن أن بهذا وصل لا نعمل عايزين اكتبوا ورائي بدل الندى يعني أقول آخر اليوم كده أنا لمن بذلت كرم اليوم أنا عملت خير في من اليوم عملت لا تظن أنك حتى استقد الخير الذي صنعت والله أنا اليوم سألت على عمتي عن خالتي على أمي على أبي على مثلا ولكن لا كان الواجب أصدع كده يبقى تبحث عن الأفضل لو عشتوا إن شاء الله إلى الغد يبقى يبقى البدل إيه الندى يكون أفضل الكرم يكون أكتر العطاء يكون أوفر مش المن كنت من يجس مع بعض كلنا نمون بعد ثلاثين سنة زواجي أقول لها أنت إيه كنت موظفة عندي سبحان الله لا تسوي شيء كان راتبك 200 وترثماء الآن أصبح لك سيارات وأصبح لك أملاء لا إله إلا الله أو هي تمن عليه تقول أنا لو لخالي ضغط علي والد ولد مربع عندي في الجامعة أو في المدرسة أو في المسجد وما شاء الله عليه تؤكري على الله وربنا يغني من فضله فسبحانه تزوجتك وبعدين أنا اللي أنفقت عليك أنت وأهلك سبحانه هذا هذا المن أنا أريد كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها هذا نحن لا نريد إيذاء الناس الله هو الذي يمن على عباده بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان يقول الله معاتبا ومعنفا للأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يمنون عليك أن أستموا قل لا تمن علي استمعهم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إذن قضية المن هذه من الله الله هو الذي يمن علينا أن هدنا للإيمان وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين هذا هو المن الإلهي سبحان الله ولكن نحن يجب ألا يقولنا بعدنا فأنا لما أبذل الكرم وأعطي الندى ثم مع بذل الندى كف الأذى لابد أن أنفق ما بين كفي وأمسك ما بين فكي كان عمر يدخل على الصديق فيجده رضي الله عنهما أنه يجد عمر أبا بكر أنه يمسك رسانه ما هذا يا صديق ما هذا يا خليفة رسول الله يقول له يا عمر هذا أوردني موارد التهلكة ده اللي ضيعني ده اللي خلاني السيئات شغالة وربعضها ده اللي قصر أو اتعني يا الله أنت يا أبا بكر يا صديق الأمة يا من كنت لا تتكلم إلا بضع كلمات من كلمات الدنيا كانت عائشة لا تقول نحصي لأبي في اليوم أربع أو خمس كلمات من كلمة الدنيا لأنه كانت صحابة عمليين إحنا أصبحنا يعني كل واحد فينا يصلح أن يكون مشروع مكلمة كل واحد يحسن تكلم ولينصته للآخر وفن الإصغاء هذا لا نجيده فن الإصغاء موجود عند إخواننا في الإنسانية في الغرب يجيد الاستماع وقال العلماء واجب عليك أن تستمع أربعة أضعاف ما تتكلم نحن نتكلم تسعة أضعاف ما نسمع نحن لا نريد أن يسمع بعضنا بعضا إن سبحان الله فن الإصغاء هذا فن لا يجيده إلى العقلاء إلى الأذكياء إلى العباقرة ليه؟ لما استمع كثيرا هاستفيد كثيرا وأخطئ قليلا عندما من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر خطأه ومن كثر خطأه كثر الزنوبه ومن كثر الزنوبه ألقي على وجه في النار فأنت خلي بالك هذا اللسان الذي إيه؟ هو يعني كالدابة إن ركبتها أو صلتك وإن ركبتك قتلتك هكذا النفس الإنسانية هنعيق أو اللسان امسك لسانك ولذلك أن تبذل الندى أن تكف الأذى طب يا ترى أكف الأذى فقط قال لا ده في نقطة أهم احتمال الأذى يا أخي الناس أنا أقول لأبنائي وابناتي على الشاشة يعني لسنا كلنا على درجة واحدة أنت عندك أولادك عندك أربعة مثلا تجد ولد عصبي متمرد يعني الشرر يطيره من أعصابه في كل وقت وفي ولد نكدي أو بنت نكدية دايما مقطبة جميل دايما مش هجيبها شيء في البيت سبحان الله وفيه نوع ولد بلسم عبارة عن إيه؟ عامل زي الغذاء لا يستغني الإنسان عام وفيه ولد وبنت زي الغذاء زي الدواء تحتاج إليه في وقت لكن وقت تاني ووقت عصبته لا وفيه نوع ولعيذ بالله زي الدواء مرض وجوده شر عندك في البيت ولد عنده من الغباء ومن اللف والدور من أنه يريد أن يقتنس كل شيء لحظه يريد أن يحصل على كل شيء ولا يريد أن يعطي إخوته ليس عنده قضية الإيثار وفيه بنت في البيت عبارة عن بلسم هادي سبحان الله ومع البرسم الهادي نتوقف قليلا ثم نعود إليكم ليكون كلامنا إن شاء الله بلسما على قلوبكم تقبل الله مننا ومنكم كونوا بعد الفصل إن شاء الله لنرى كيف نكف الأذى وكيف نبدل الندى وكيف نلين الجانب أهلا بكم مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومعلين الجانب وبدل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى لما تحدثوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة صوامة قوامة قال هي في النار تعجب الصحابة كيف يا رسول الله قال إنها تؤذي جيرانها بلسانها ما نفعتها صلاتها وما شف علىها صيامها ولكن للأسف الشديد أوردها لسانها موالد التهلكة ولذلك من ضمن عيوبنا جميعنا كلنا كلنا إلا من رحمة ربي وهم قلنا يعني أن يعني سبحان الله أن نتفرغ لعيوب الناس وما تفرغ إنسان لعيوب الناس وذكرها إلا لغفلة عن نفسه هو وقالت صالحون ما تفرغ إنسان لعيوب الناس إلا وقد مكر به يعني يعني سبحانه مكر به يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنسان ليس عنده إلا عيوب الناس وكأن الناس شياطين وهو الوحيد الذي فيه صمة الملك لا أبدا كلنا بشر وكلنا خطأون فبالتالي يجب أن أكف الأذى فقط ويجب أن أحتمل الأذى من الناس واحد من الصالحين ضربه أحد الظلمة سبحان الله على رأسه فشجه فبعد أن أفاق قالوا له أتدري من هذا قالوا لا قالوا هذا طووس بن كيسان عالم المسلمين فاعتذر سبحان الله لطووس وقبل يده ورأسه ومسح الدمع عند رأسه فقال طووس والله ما أنضربتني حتى إلا وصرت أدعو لك بالخير فتعجى بنان كيف يعمل تدعو له بالخير قال يعطيني من حسناته وأكون معه صاحب شر أدعو عليه إيه ده إيه الملكات العجيبة دي من أين جاء هذا من بيئة تكف الأذى وتحتمل الأذى وتلين الجانب وتتواضع وتشعر نفسها أن ليس كل الناس يعني يعني ولد آدم المنظوم لا في هذا وذا في قبيل وفي هبيل في إبليس وفي ملك في عمر بن الخطاب وفي عقب بن أبي معايد في علي بن أبي طالب وفي أمية بن خلف يعني هذا موجود في الحياة وهذا موجود في الحياة سبحان الله في أبو حزيف بن يمان صديق الوضوح في عبد الله بن أبي زعيم المنافقين يعني الحياة تجمع هذا وذلك مع أي الفريقين تحب أن تكون وأنا دائما أقول أن الملائكة كانت متشائمة من وجود آدم على وجه الأرض هتجعل فيها من يفسد فيها ويسيك الدماء المهم أبي وأبوك آدم احترمته طائفة وعادته طائفة أخرى احترمته وأجلته طائفة الملائكة فسيدوا لأبينا آدم إبليس عصى وأبى أن يسد لأبينا آدم بالله عليه لما يكون أنت عندك أبوك يمتدحه إنسان معين كل ما رأاه ويقبل يده ورأسه ويحترمه وينحني أمامه بالله عليك تحبه أم لا تحبه 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 تسك ما ستكه نسك ما ستكه طائف الطارف الثاني كل ما رأى أبك ينطقس من قدره ولا يقدره ولا يحترمه ولا يجله ويعامله بصلة لا تحبه طائف لماذا لم نحب الملائكة ونعمل صنيعهم ونبغض الشيطان ونعادي صنيعه ليه إحنا جينا في الطرف السيء وعملناه فهذه كارثة الكارثة الكبرى تكمن في أننا لا نحب طائفة الملائكة سبحان الله ولا لله الأمر ونخف أيضا للأسف في صف الشيطان الذي يعني عاد أبانا آدم وظن أنه خير من قادة أنا خير من أسدل ما خلقت طينا أنا خير من خلقتني من نار وخلقتني من طين لكن السؤال المطروح في الحلقة هل لشفاء الأخلاق من دواء؟ الأخلاق السيئة يعني والله ممكن كيف؟ فردنا جدلا أن أحد المشاهدين والمشاهدات الآن عصبي المزاج طيب العصبية هل جرت عليك شراً أم جرت عليك خيراً؟ لابد أن تكون جرت عليك شر طيب لماذا لا تكفكف من حدتك؟ طيب أيها المتكبر أنت تكبرت تلاتين أربعين خمسين سنة أنت تكبرت على زوجك وأنت تكبرت على زوجتك وأنت تكبرت على جارك وأنت تكبرت على أخيك وابن أخيك طيب هذا الكبر هل زرعة في قلوب الناس ودى لك هل شجرة الود موجودة بعد صعيف أنت فضولي عندك الحياء قد تبخر وتريد أن تقتحم الناس بأسئلتك وفضولك سبحان الله يا أخي ارفع منسوب الحياء شوية تعبير رطيف ده ارفع منسوب كان الحياء ده نهر ونعايزين نرفع منسوب النهر عايزين نرفع منسوب الحياء الله يرضى عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة زهراء أم الحسنين رضي الله عن آل البيت وعن فاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم أم أبيها قالت لأسماء لأسماء بنت عميسي زوجة أبي بكر زوجة الصديقة رضي الله عنه قالت يا أسماء أرى عندما تموت النساء يرى الرجال وهي في كفنها فيرون حجمها شايفينها نحيفة سمينة ميتة ومغطاة قالت يا فاطمة أدلك على شيء قد رأيته في الحبشة شفت إيه في الحبشة قالت يأتون بجريد النخل يأتون بجريد النخل فيثنونه هكذا كالقبة ويضعونه فوق نعش المرأة فسبحان الله يضعونه فوق الخشبة اللي يتفن عليها المرأة فلما قالت أستحذفك بالله إن موتت قبلك فاصنعي هذا فلما توفيت فاطمة ويتوفت بعد أبيها بستة أشهر رضو الله عليها وعن أولادها سبطة رسول الله صلى الله سبحان الله وضع الجريد الأخضر وتنوها كذا فكان أول نعش في الإسلام يعني هي مخترعة ومبتكرة أول نعش في الإسلام حتى لا يرى الرجال حجم فاطمة من شدة وفرط حيائها رضي الله عنها انظر إلى الحياء فذلك لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ وركبته مكشوفة دخل أبو بكر فأكبر وضوءه دخل عمر فأكبر وضوءه فلما دخل عثمان غطى النبي ركبته صلى الله عليه وسلم فتعجب الصحابة قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء وأشد أمتي حياء رثمان رثمان عنده الحياء عاش سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في الطبق العلوي ما سمع الرسول خشخشة مائه في الطج آثار الوضوء والاغتسال حياء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما كان يعن لعلي رضي الله عنه ربيب سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنتي فاطمة سؤال يخص العلاقات ما بين زوجه وزوجته كان يستهي عليه من حماه حماه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروح يسأل حد من الصحابة عشان يسأل سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الكم من الحياء دفيه مؤمن يعني 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 اقول ايه يعني كشف عورة اقام غزوة مش كشف عورات اقام فوضى لا في بني قينقاع ذهبت صحابية جليلة جلست في سوق اليهود تشتري شيئا اراد اليهود ان يسخروا منه فجي شاب ماجن يهودي وشبك زيدة ثوبها في اعلاه سبحان الله فلما قامت المرأة انكشفت فرآها شاب مسلم غيور فما كان الا ان داخل على اليهود قتله فاجتمع اليهود في سوق بني قينقاع وقتلوا الشاب بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لو بلهجة العصور المتأخرة عصور التداهر والاضمحلال ودي اخي حادثة فردية مش كل الناس متعصبين عديها اللي يرضى عليك النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قينقاع خمسة عشر يوما ونزل على رأي حليفهم الزعيم المنافقين عبدالله بن وبين بن سلول واجلاهم عن المدينة ورحلوا بهذا من اجل ايه انكشاف عورة امرأة مسلمة مش احنا متبغعين او كثير مننا الا من رحمة ربي يتبرع بان يكشف عورة ورزك ما ما ادوات المكياتش هذه وما هذه الاجزاء وعروض الاجزاء الا صورة من هذه الايه هذه الصور لكن انظر الى ان كان فيه نهر من انهار الحياء يعمل ولكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء فدي قواعد قواعد الاخلاق ايضا قواعد الاخلاق انا ان اردت ان تنصحني يا اخي انصحني يعني بعيدا عن الناس لازم الزوج يوبخ زوجته امام الاولاد يظهر يعني صغر عقلها او العكس يتعمل انها ذكية عنه نبيها انت لاعرف شيء الناس كلها تضحق عليك انت فهم شيء انا الاول وجودي في حياتك انت كنت يعني سبحان الله لا حوله ولا اخوة لا بالله المن المن والاذى نحن لا نريد انت تريد ان تنصح زوجتك بعيدا عن الاولاد انت تريد نصيحة زوجتك نفس القضية نريد ان ننصح والد من اولادنا لا بد ان ننصح بعيدا عن اخوته ليه النصيحة على الملأ فضيحة سبحان الله فلا بد ان يتسعد يعني تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فهكذا قال حكيمنا العربي ليه قال له لان النصح بين الناس نوع من الال او نوع من التوبيخ لا ارض سماعة ها ولا تحزن اذا لم تأخذ مني طاعة يعني في الاخر انت سبحان الله يعني الانسان يعني يكون عنده شيء من هذا الخبيل ثم انظر قواعد الاخلاق تبني على نزع الاخلاق السيئة يعني ما هو كيف قاليني الجانب كيف قاليني كيف اكون متواضع كيف يكون عندي جانب الخلق كيف ازرعه في الاولاد بالقدوة ليس بالكلام بعض الامات يظنوا ان المحاضرات بتاع الاباء هده هتفيد وهو كلم العيال كلم البنت كلم الولد وهي وهو يقول له كلم القضية مش ليست كلاما القضية السلو قبل الكلام السلو قبل دماثة الخلق تقوى الله الاخل الحلال الدعاء لهم بظهر الغير ندعو لهم في في ركوعنا وفي سجودنا وفي صلاتنا يعني نجعل هذا الدعاء يعني ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امامه وان الله سبحانه وتعالى اذا غضب او اذا اراد ان يهلك عبدا نزع منه الحياء فاذا نزع منه الحياء لا تراه الا مقيتا منقطة بقيت هو يا بغض الناس والناس تبغضه يا سطر يا رب فاذا لم تلقه الا بقيتا منقطة نزع منه الامانة فاذا نزع منه الامانة لا تراه الا خائنا مخونا يخونك في الكلمة وفي النظرة وفي المال وفي العرض وفي العمل وفي الوطن خيانة خيانة والعاذب الله يا مؤمن لو ضبط والعاذب الله جاسوس يتجسس لصالح دولة اجنبية يلقى في اي قانون في العالم في اي دستور العالمي يلقى بجريمة للخيانة العظمى وقد يؤدي هذا الى اعدام او ارقاء في غير السجون هذا يخون قطعة من الارض فما بارك بمن يخون خالق الارض خالق الارض وسمخالقنا يخون الله ويخون رسول ونخون الامانة التي وكلنا رب العباد اننا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال في ابينا ان يحملنا واشفقنا منها اليس الجسد امانة نقدع لي بالتدخين وبالمخدرات وبما يغضي بالله عز وجل معقول هذا الكلام اليس العين امانة ان انظر الى مما احل الله واغضاه عما حرم الله اليس الاذن امانة ان استمع الى مجالس العلم والقرآن والذكر والشيء الطيب اليس القدمين امانة اذهب بهم الى مكان يرضي الله عز وجل يا رب كما قال يحيى ابن زكريا ان رأيتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فانها نعمة تنعم بها علي سبحان الله فاذا نزع يعني اذا نزع منه الامانة لا تراه الا خائنا مخونة فاذا لم تلقه الا خائنا مخونة نزع منه الرحمة والعياذ بالله فاذا نزع منه الرحمة لا تراه ولا تلقاه الا رجيما ملعنا فاذا لم تلقه الا رجيما ملعنا فنزع الله منه ربقة الاسلام فأول ما ينزع ينزع الحياء انسان ما عندهش حياء قالوا لنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم استحمن الضحى حقها الحياء قالوا والله إننا لا نستح يا رسول الله الصحابة فكروا الحياء هي الترجمة الاوروبية لكلمة الغربي ما فيش في القواميس الغربية كلمة حياء يسمونها خجل لا كسوف الحياء مش خجل الحياء ده خلق الحياء خلق غير الخجل لترجمة غربية لان ما عندهش حياء هم عندوش حياة هم عايشين في الشارع زي يعني عزكم الله يعني كما ترى لكن ياخذ الجمل اذا اكتشف ان احد ينظر اليه هو الناقة سبحان الله يستحي سبحان الله هذا الحياء في دم البعير والناقة فما بالونا نحن ايها البشر لما ابونا ادب وابونا اول اول مع يعني اخر من الشجرة بدت له ما سواءته وطفق يخطوانا عليهم من ورق الجنة سبحان الله فلما رأى هذا استحى من الله سبحانه وتعالى قالوا اننا نستحي من الله قال ليس هذا بجداد الحياة في الناقم انتم انما الحياة ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموت والبلا وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى ذلكم هو الحياء اذا الحياء هو حياء الاعضاء من الله عز وجل يعني الناس الكبار في القوم من الخال ومن العم ومن العلماء من اهل الخير ومن زو الشيبة اذا هكذا يكون الحياة وهكذا تكون قواعد الاخلاق وريحكم قليلا مني وتلتقطون انفاسكم لنعود اليكم ان شاء الله بعد الفاصل لنتواصل مع لين الجانب وقواعد الخلق اهلا بكم مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ومع لين الجانب في البيوت الامنة نريد ان نعيد منسوب الاخلاق الى مقياسها الطبيعي والمسلم انسان معطاء بالخير بفضل الله عز وجل هنا بدأت الاسئلة ولا بد من لين الجانب ان نلين جانبنا ونستخبر الاسئلة معانا ماها من بريطانيا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا اود ان اسألك هل ممكن ان تستمع صفة اللين والقصوى في شخص او في مؤمن معا لعلها ظاهرة حميدة ان يكون الانسان لينا في بعض المواقف نعم وقاسيا في بعض المواقف الاخرى كما يتدفق الماء من الصخر بارك الله فيه السؤال الثاني عندي ولد مراهق وانا رقبت يعني مكالماتي التلفونية وتعاملاتي على الانترنت مع الجنس الاخر وحذرته بلين وبلطف وقلت له وان كنت مراهقا انت مسلما قبل كل شيء ويجب ان تكون مترويا فيما تختاره من الفاظ وتفعله والصور الى اخرين ولكن اللين لم ينفع فالتجأت الى العنف وهنا اريد النصيحة منك واخيرا يعني صفعة من موظفة في بلدية تونس لذلك المسكين العاطل عن العمل جعلته يسعى للنار في نفسه لانها لو كانت لينة او لو كنت صدا غليظة القلب لن فضوا من حولك فما ازمل اللين واللين كالجبنة في الحليب يعني والقسوة والزبزة والزبنة على مألة وهذا ن pul���死 في conjunto هناك مواقف يا دكتور عمر يجب ان يكون الانسان متصلب فيها بارك الله فيك شكر الله فيك كلم طيب محمد بن سلطان عمان السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وبركات كيف الحال يا دكتور عمر الله يبقى الكريم محمد يا ابن الزين والله احب حراك في الله وربنا يجمعنا سوينا في الفردوس الاعلى يا رب يا رب يا ولدي باذن الله الله يبارك بحردك يعني فائز جدا انا بكنا بحردك لانها تصربها كتير جدا على المكتب ضج تكون مشغول يعني خبرته الحمز لانك رب بسمك حردك حردك يعني عبر التلفون يعني شكرا الله لك وحمد ربنا يا رى بارك رب يется وقم عرض ل almost Rice الانسلام لها المسلمين sympathy terre كنت اح yelled from quel Departation السؤال يعني عددى السرت الرحم نعم طبعا يعني من الظلم الى الجانب زي ما حردك تقول كده ان اكيد يعني ان احنا نكون مواصلين لأرحمنا وكذا وكذا نعم فانا ده الايطان سيت لو عندي انا عندي ذوقتي مثلا ممكن تكون فيه خلافات مدين مامتها ومدين أخوات مامتها اللي هم خالات زوجتي فهي للأسف ساعات مثلا ممكن تقول لا لا ما تكلمش خالس جدي أو كذا نعم نعم ودي موجودة في العائلات كثيرة يا محمد للأسف نعم اه للأسف فهي درتي بتسأل إن هي طيب لو هي مثلا حول تعرض في الكلام وتقول لها مثلا بشكل أو باخر ما بتكلمهاش بس هي على تصل بيها نوم الأنواع صلاة الرحم إن هي بربط الآخر خالتها أو خالها أو كذا أو كذا نعم نعم فهل ده يكفي أو لا والحاجة الثانية أو هي اكتفت بالمكلمات الهاتفية بس يعني أرضنا من الأنواع يعني عشان ما يوصلش الولدتها إن هي بتزورهم أو كذا وقبلت من الزيارات يعني أو كذا هل ده يكفي أو هي تزورهم أو كذا برغب الله فيك محمد شكر الله لك شكر الله لك مروة أم مروة السلام عليكم كيف تحد فضلت الشيخ وعليكم السلام عليكم ورحبا يا بنتي أهلا والله أنا يجيك مشكلتي مع زوجي مزوج حرمة ثانية طيب لكن المشكل أنه هي بيعاملها يعني بلطف وكلام حلو ليانا بس أنا يكلمني برسمية مم وهي لا طلبت منه شي يعني شي يحضر ساعته أنا يفضل يتأخر لا والله هذا والله مشكل والله يعني أشيء كثيرة مع أني بيعاملوا زين وبيعاملوا أحسن منها أنا أبعرض نفسي أني بيعاملوا أحسن منها مم وبكري مفبيت وبضايف وأي شي بيسويه إنتي الزوجة الأولى؟ إنتي الزوجة الأولى ولا الثانية؟ أنا الزوجة الأولى وهي الثانية الأولى سبحانه نعم 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 طيب والسؤال ماذا تصنعين؟ ماذا أفعل؟ طيب الحال باركة الله فيك طيب أم عمر السلام عليكم السلام عليكم طيب والسلام والله في عندي كلام يا فضلت الشيخ أنت كنت ذكرته في حلقة سابقة أيوة والله هذا الكلام كتير حلو أنا مسجلته عندي هو حكم يعني كنت أنت ذكرتها اللي هي من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو ومن لم يكن ثقوته تفكرا فهو سهو ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو له هذا يعني أنا شرت ماشي عليه في حياتي هذا كلام كتير يعني أنا الآن دائما بسمع لك يا فضلت الشيخ وكتير ملائي يعني كلام يعني ماشي عليه حاليا في حياتي اللي عليك يا رب رسل الله فيه وبعدين كمان ذكرت لنا مرة أن ثلاثة يحبهم الله يحب الله المتقين وحبه للشاب التقي أشد ويحب الله السخي وحبه للفقير التخي أشد ويحب الله المتواضعين وحبه للغنية المتواضع أشد ويبغض الله الفاتقين وبغضه للشيخ الفاتق أشد ويبغض الله البخلاء وبغضه للغنية البخيل أشد ويبغض الله المتكبرين وبغضه للفقير المتكبر أسد وبرك الله فيك شكر الله لكم إبراهيم من السعودية السلام عليكم ورحمة الله يبدو عنكم وبرك فيكم وخليك ذخرة للمسلمين أنا متزوج نسوان الله يعينك يا رب أولادي من الزوجة القديمة كلهم تعلمتم على حسابي وزوجتهم بكامل تمام عندي أطفال من الزوجة الثانية واحد عمره سنتين وشوي واحد عمره ثمان شهور عمره ست سنوات بالنسبة لل توزيع الإرث في المستقبل مثال شيخ يقول لي لا وصية لوارث يقول لي أني أنا أوصي لهم لأنه هذول أطفال بحاجة التعليم وحاجة استعافة رضاعة أجيبك إن شاء الله أخبرين بارك الله فيك النور من دبي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام أخبائي بركاته الله يحفظك يا شيخ أنا مريضة أحبي أول شيء يبغي أطلب منك تدئيدي شفاك الله وعفاك يا بنت وشفاك كل مريض أنزل الله ورحمته وضع يده عليك فتم الشفاء بإذن الله بحق من يقول إش يكون في يكون إزاك الله خير يا بنت اسملي واحتسب يا بنت أنت قريبة من الله سبحانه وتعالى والإنسان إذا مرض فهو أقرب الناس إلى الله وأحب الناس إلى الله والإنسان الذي يمر علي أربعين يوم بدون مرض أو ابتلاء أو غم أو هم أو امتحان فليعيد حساباته مع الله سبحانه لأن الله لا يبتلي إلا المؤمنين أمين أمين بارك الله فيك يا بنت الله يتبتك أسملي واحتسبي أمين طالب يا بنت وائل من أبو ظبي السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم شيخ مرحبا يا ابني أهلنا سهلا أني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه تفضل ممكن يا شيخ أسأل سؤال خارج عن الحلقة يعني بنفس الحلقة أمين كويسة ما يشعي طبور طيب تفضل أه تفضل أحبك أنا معي فلوس أنا داخل فلوس هنا في أبو ظبي وحبط فلوس في مصر بالنسبة لما أجل أطلع على الزكابة هطلع على الكل مع بعض كل ما تملك لا فرق من أبو ظبي ومصر كل ما تملك هنا أو هناك هي مالك الذي يعني أعطاه الله لك تحسب عن كل ألف أثنين ونص بالمية إن شاء الله رب العالمين شكرا جزيك أم زياد السلام عليكم وعليكم السلام وحسن الله يا أهدى النساء تفضل لي بنتي خفضي خفضي صوت التليفزيون شوية حاضر 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 أزي حضرتك الله يرد عليك يا بنتي كريمة تفضل لي الله يخليك أنا دلوقتي عندي مشكلة مع زوجي مشكلة واحدة تفضل مشكلة واحدة يعني طب كويس مشكلة واحدة طب تفضل طب هو الحقيقة يعني إنسان على خلق ومتدين ومتزم مفيش أي مشكلة بس المشكلة إنه دايماً بينقودني دايماً بيظهر عيوبي ينتقدك يعني اه بينتقدني مع العلم إن أنا بحاول على قد ما بقدر إن أنا أظهر المحسن بتاعتي يعني أنا بحب إن أنا إيه أبقى زوجة صالحة بحيث إن أنا أبين كل كويس اللي فيه بس هذا الصلاح هذا الصلاح لم يوصل له بعد آآ بيوصل له أحياناً بس المشكلة إنه آآ هقول لي حضرتك آآ إنه بيقول لي أنا أنا عارف وأنا شاهد لك كل الأمور اللي انت بتعمليها وعارف ووثق في اللي انت بتعمليه وكل حاجة وهو بيحبني بطراحة طرح بس ما بيظهرش ده يعني هو بيحبني بيظهر حبه آآ بس ما بيظهرش حتة اللي أنا بعملها علشانه يعني آآ نعم نعم فأنا ما بحاول مثلا إن أنا أقول طب طب أنا حقوقي فين طب عاملني كويس طب كذا طب كذا بقى لقيه بيتعصب وبيضيع السعادة اللي أنا حس بيها آآ فهي مني حضرتك أيوة فأنا مش عارفة بصراحة عامل إيه يعني طيب ماذا تستعين حاضر يا مزاد أعجابك إن شاء الله وربنا أنت يؤدي بينكما ربنا يؤدي بينكما السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله يزيك الخير يا بارس ليكما تقبل منا ومنك يا بنت سؤالي خارج عن الحلقة أنا طيب سؤال فقهي طيب لو سمحت في نظام التقاعدية تقاعد يعني معاش التقاعد طيب لو الأب توفى آآ في بالقرارات يعني إنه تأخذ زوجته أو البنت الجانسة في البيت بدون زواج طيب من معاش التقاعد طيب الأولاد الثانيين المتزوجين ما لهم هذا المعاش هذا هو القانون طيب بعدين نعم هذا القانون طيب السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عندي سؤالين السؤال الأول بنسبة للصلاة الرحم أيوة الشخص يعني بيؤدي صلاة الرحم لأقارب أو كذا ولكن عنده علم إنه مثلا هذه النفق أو كذا تتبنى أمور خينه المججية نعم تاني وريد هو يصن أقاربه على فرض إنه أدي صدقة لأقاربه صدقة أقارب نعم نعم ولكن بعرف إنه مثلا هذه الصدقة تصرف فيها ماكن غير في محلها نعم نعم عندهم إصراف أو تبذير أو سفة هكذا 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 هذا بأمور حاج السؤال الأول أيوة السؤال الثاني إذا كانت أنا مثلا زوجتي غير مسلمة هل يجب عليها أن تصرف اللحمها مثلا من مالي طيب حاد جزاك الله أجيبك حضر بارك الله فيك نعم محمود السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم كيف حالك الله يبركيك يرضى عننا الله يخليك فضلت الشيخ أنا كنت عادي أسألك بس استفسار صغير بالنسبة حضرتك لفريدة الحج أيوة وخبار حضرتك أنا وزوجتي وخبار حج وأمي نفسي نحن نقدي فريدة الحج طيب بس المشكلة حدثك عندي مثلا إنه الساعة المالية وخبار حضرتك يعني مش كتيرة شوية ففي فيه إخوة نصحوني إن أنا أقرب بالطريقة اللي هي اللي أنا أروح أخبار حضرتك يعني بس حاجة ياريت حاجة تفتيني فتوى غير يعني اللي هي الموضوع عارف عليها يعني أنا عايز أعرف بس لب الموضوع هل هو فعلا حرام وخبار حضرتك شرعا ولا وتسقط عني فريدة الحج طيب طيب نجيب قبل أن يسرقنا الوقت ابنتنا مهى في بريطانيا تتكلم كلام طيب أن الإنسان يحتاج إلى شيء من الليين وأحيانا شيء من القسوة حتى القرآن الكريم فيه الترغيب والترهيب ذكرة الجنة وذكرة النار ذكرة الرحمة وذكرة العذاب ذكرة الملائكة وذكرة الشياطين يعني ذكرة المؤمنون وذكرة الكافرون يعني إذن إحنا بين هذا وذك تكون الحياة أيضا نعم نحن عند أبنائنا نليين ونليين وننصح ولكن في مواقف معينة يجب أن نتوقف عندما نعطي الولد الصغير حقنة تؤلمه أو عملية جراحية يدخل بمنجابها غرفة عمليات وتخدير وإلى آخر وفتح بطن أو شيء من هذا القبيل وإخراج العلة الموجودة هذه الصورة كانت من صور القسوة أو العنف ولكنها مغلفة باللين لأن المصطحة هي في قضية التربية فأسأل الله إن شاء الله أن يحفظ ولدك المراقب كل أبنائنا في هذه السن إن شاء الله رب العالمين الأخ محمد من عمان تحدث عن مشكلة الجميع عندما تغضب الأم من أختها أو من أخيها تحرم على أبنائها وبناتها لتصال بالخال أو بالخالة أو بابن الخال أو بنت الخالة هل هذا الصلاة؟ طبعا الأم مخطئة مئة بالمئة حتى وإن كان هؤلاء لأن الحديث يقول أن أصل من قطع عني فأين الخير؟ واحد أذاني فقطعته طب إيه الخير عندي؟ أن أصل الرحم الكاشح الرحم الذي يوجد جنب مني الرحم الذي لا يجلوني لا يحترموني فأنا أرى أن زوجة محمد ومثيلاتها تكتفي بموضوع الاتصالات الهاتفية لأن المرأة قد لا يكون عليها وجوب صلة الرحم لأنها في عصمة رجل لأنها أحيانا قد لا يحب زوجها أحيانا أن تتصل بخالها لأن ربما يكون والد خالها هذا قد تقدم لها من قبل أو شيء من باب الغيرة أو شيء أم مروى كانت تشكو من أنها هي زوجة أولى له زوجة ثانية زوجها وهو يعامل الأخرى بلين يتعامل معها بقسوة والله يشوف يا بنتي كل واحد له باب يدخل منه على الله فلعل رب العباد سبحانه وتعالى يجعل زوجك هذا غير لين معك ليكون بابك إلى الجنة فاصبري واحتسبه إن شاء الله طالما هو يجيد اللين مع طرف آخر يبقى اللين عنده بس هو لا يجيد أن يخرجه عندك فأتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يلين قلبه لك ويلين مع معاملته لك بكثرة دعائك لله سبحانه لأن الله قال وأصطحنا له زوجة فالإصطح من فوق من الله ربنا الله يصطح إن شاء الله بإذن الله أم عمر ستحدث عن بعض مما قلنا من جعل نطقي ذكرا ونظري عبرا وصمتي فكرا وهذه الجزاء الله خيرا وأنا أسعد كثيرا عندما أرى المشاهدين والمشاهدات والموريدين والموريدات يعني يحفظنا ويحفظوا ما نقول ويطبقوه على الجزاء الله كل خيرا عننا الأخ إبراهيم متزوج من زوجتين الأولاد الأول تخرجوا وتزوجوا من البيت في عنده أولاد صغار من الزوجة الثانية وعنه لا وصية تدوير إحنا مقولناش وصية الأولاد والبنات اللي تخرجوا الأولاد الصغار إخوتهم هؤلاء يحجز لهم مبلغ يتساوي بالسعر الحالي بالسعر الحالي مع يعني مثلا ابنك الذي تعلم من عشرين سنة غير ابنك اللي تعلم في هذا العام فهذا يحجز له مبلغ يساوي تعليمه الآن بمستوى أخيه ولكن بقيمة الذهب أو بقيمة العملة وحف معدلات التضخم التي تحدث العملة زي بالضبط اللي بيكتبوا مؤخر لزوجته من من أربعين سنة وثلاثين سنة يكون عشر دولار ويجي تعطي العشر دولار أنت تقيمها بقيمة الذهب حتى لا تضيع حقوق الناس والله يبدو أن الوقت يعني يجري خلفنا الأسئلة الفقهية نحيدها على أسئلة الفقه صلة الرحم أحيانا أعطي مالا لمن هو رحم لي وأشعر أنه مبذر فأقلل هذه الكمية حتى لا يكون مبذرا هل زوجته غير المسلمة تصل رحمها أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمي مشركة وجاءت أفأصلها أزورها أذن الله الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارتنا هذه من عظمة الإسلام وفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بيوتنا آمنة وأن يجعل خلقنا متواضعا وبقية الأسئلة تذهب إلى أسئلة برنامج الفتاوى تخبر الله منا ومنكم وعصر أبناءنا وابناتنا من كل مكروه ومسوء وجعلهم بنا بررة وتخبل منا ومنكم وجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيام يوم أن نلقاه لا تنسون من صالح دعائكم ونستودعكم من الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة